السلام عليكم معكم أحمد حتاحك وبأول فيديو بهذا الكورس هناخد نفس تعرفية عن برنامج أكسل بشكل عمو برنامج غالبا استخدام لإغراض حسابية غالبا ولكن ممكن استخدامه كقاعدة بيانات عمل قاعدة بيانات معالجة إعداد بعض التقارير تقارير سواء مالية محاسبية تقارير لبعض الطلاب بالمدارس البرنامج كتير حلو كتير بسيط مو معقد أبدا هو بشكل عام مثل ما نعرف عبارة عن جدول كبير كتير مقسم لخلايا كل خلية لأسم حسب الصف واسم العامود فعندي دائما مبلش بالرقم واحد عامود A الخلية A واحد وهكي حتى نخلص بالعامود XFD والسطر تقريبا مليون وثمانا واربعين الف خمسمية وستة وسبعين بشكل عام جدول يعني بشكل عام الصفحة الواحدة متضمنة عدد خلايا كبير جدا أكيد محمل لي كله وفينا نضيف صفحات وننحي صفحات قد ما بدنا أو نخفيهم هاي وفينا كمان نغيرلهم ألوان شان نعلمهم تمام دليت واجهت البرنامج كتير حلوة هون بيعطينا اسم الخليل نحن وافين فيها هون شي اسمه الفورميولابار حيث عن طريقة بأدخل إما المعادلات اللي حكتبها مستقبلاً أو عن طريقة بأدخل البيانات اللي حكتبها كتابة عادية كأرقام أو أحرف وفوق عندي هون مثل حالة برنامج أوفيس أعدادات تتحكم بالخطوط والنصوص بعدين عندي أعدادات تتحكم بنوع البيانات المدخلة على الخلية سواء هي بيانات عامة، أرقام، عملة، تاريخ، وقت بعدين عندي تاب الإنسيرت لأنشئ مثلاً أو أدخل شكل الأشكال المتواجدة بإكسل أو فيني أنشئ خط بياني بعدين عندي تاب بيج لياوت اللي هو إعدادات الصفحة اللي نحن فيها كهوامش، الصفحة طولية والعرضية، إياسة هاي مختصة أكتر بالطبع تاب الفورميولا اللي هو عن طريقه بأدخل المعادلات أو ممكن نحافظينها من أدخلها عادي وهون بشكل عام عندي شرح للمعادلات الموجودة ضمن إكسل تاب الداتا، عن طريقه بأدخل داتا، بعمل استيراد للداتا لإكسل أو الداتا الموجودة بيقوم بمعالجته تمام؟ بعدين عندي تاب ريفيو، اللي هو الوركبوك التبعي لأنها هلتهاد اللي عم يشتغل فيه بيعملي مثل تصحيح للكتابة تبعي إذا كنتم أخطأ إخطاء إملائية أو ممكن إقفليها بباسورد سواء للصفحة أو للوركبوك كله بعدين عندي تاب فيو، اللي هو هاد اللي أنا عم بشوفه هلأ الخلايا أشكالهم الفورميولا بار، فينا طبعا إيمال ونحطه فينا الإيمال هيدينج لهن الأسماء الأعمدة وارقام صفوف حنتعرف إن شاء الله ضمن الكورس حنمر على كل قائمة ونتعرف أشياء مهمة مننا إن شاء الله لهون بنتهي الفيديو الأول، النبزة التعريفية عن إكسل اشتركوا في القناة